اشتركوا في القناة ومتالف تشكيلاتها ستكون متواجدة في الميدان على غرار الوحدات الإقليمية فرق الأمن والتحري الأفواج السين والتقنية مدعمة بالكلاب البوليسية أيضا تكون هناك طلعات جوية لمرواحيات الدرك الوطني من أجل تدعيم الوحدات المتواجدة في الميدان كل هذا يصب في إطار تأمين وسلامة وضمان أمن وطمأنينة المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك خاصة وأن المواطنين سيتنقلون بكثرة خلال هذه الفترة وبالتالي ستكون الأماكن العمومية أماكن الراحة محطات القطارات محطات نقل المسافرين سواء النقل البر أو عن طريق السكة الحديدية سيكون أفراد الدرك الوطني متواجدين بها من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء تنقلاتهم وفي هذا الإطار قياد الدرك الوطني توجه نداء لكافة المواطنين خاصة المستعملي طريق بضرورة احترام قاوعة قانون المرور تجنبا لحواد المرور وضمانا لأمنهم وسلامتهم اشتركوا في القناة